السلام عليكم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة زوزيت الشوية اليوم جبت لكم احلى صندويشات لبالي كرهتم من المراقي وكرهتم من الدخان تاع الشوية هاذا اللي صندويش هايلين بسيطين اقتصاديين يعني سهلين مهلين هاذا الوصفة ووش تحتاج يا البنات تحتاج غير شوية الحم وشوية فارينة احلى صندويشات لولادك اول حاجة وش عندنا عندي مئتين وخمسين جرام تاع فارينة عندي مغرف تاع خميرة بنسبة لبنات المغرف اللي رنكي بها درت مغرف متوسطة ما درتش الكبيرة لانه الكميات تاعي قليلة اذا درتو خمسمائة جرام ديرو مغرف الكبيرة عندي مغرف خميرة نصف مغرف تاع ملح مغرف سكر مغرف تاع الحظة وحوالي نصف ملعقة تاع ملعقة صغيرة تاع الخميرة للحلويات هذي راح تساعدنا ودخلينا البريوش تاعنا يجي الشيش راح نضيف كذلك مغرف تاع العسل مغرف صغيرة لانه هنا يمنش راح ندير لبيض ماني راح ندهنو بالبيض مولو هاذ اللحظة والمغرف تاع العسل راح تخليه يدي احميرار احسن من اللحظة الاقتصادية ما فيها لبيض لولو هالصندويشات والخبز هذا سهل مهل نحتاجوا كذلك مغرف تاع زبدة ولا مغرف اونس بح نديروها الاخر وايضا نحتاجوا تاع كاس ما حوالي كاس ما دافي ديرو المادة في البنات ما ديروش ما سخون والمول اذا كنت اول مرة تشوفي قناتي ما عليك غير الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلك جديد وما تنسيش تبارتاجي مع صحابتك باش يوصل لهم جديد وباش يستفادوا حتى هما راح نلم العجينة تاعي بعد ما الميتها العجينة يا البنات راح تكون طريه كي ما راكم تشوفوا راح تتلاسق في اليد جبت الزبدة التاعي كانت في الفرجيدار حاولت اني ندفيها شوية بين اصابع يدي وندخلها في هذه كي ما راكم تشوفوا نحاول اني ندخلها وكي ما عودتكم انه العجينتاكم تهزوا وتخبطوا كي ما راكم تشوفوا ندخلوا العجينة مليحوا بعد نعود نهزوا ونخبطها باش يدخل فيها لهوا هذك والجيني خفيفة والجيني شيشة ستقوني يا البنات هذو اللي صندويج راح تديروا بهم حالة في هذا الصيف سهلين خفاف وما فيهم ش حتة حاجة يعني ما يحبوش البيض والله تقول ما عنديش بيض هذا الوصفة لك نخلي ويخمر مدة عشر دقائق لكي ما تعرفوا الحال سخون ليه مات هذو خليوها تخمر بعد ما تخمر حلوا العجينات كي ما راكم تشوفوا حربوش وقصوها على قسموها على اربع اقسام يعني يعطيكم اربع حبات يعني اذا عندك ميزان تقدري تديهم كيف كيف يعني قد بعضهم اذا ما عندكش الميزان ديري عينك هي ميزانك حاولي انك تحلي شوية العجينة وحليها كي ما راكم تشوفين لم فيها كي ما تشوفي وما بعد ما حليتها راح نحطها ورق الزبدة لا تلصق ليش تقدروا تدهنوه شوية بالزيت لانه كما تعرفوا ورق الزبدة ارجع ما هوش يتمكي ما بكير ما كانش يلصق الحواج كي ما راكم تشوفوا بعد ما نخبزهم نخليهم مدة نصف ساعة ما ندهنها لا بالبيض نحطها في الكوشة كي ما راكم تشوفو نخليها مدة طيب ملتح ثم بعد نزيد نخليها تحمر لملفوك هنا نجيب نوجد الحشو التاعي اللي هو الحم هنا يكم كونج لي بالذات فما الأحسن نجبدوه من قبل تفتتوه كي ما راكم تشوفو تخليوه قطع ديروهم قطع عرقيقة خلاص بش يجيكم سهل للطياب نجيب شوية دبشة ونحتاجو كذلك فلفل بصل وطماطش فلفل تقدروا ديرو كمية اللي حبيته انا هنا كان فلفل تاعي حار نقصت يعني ما درتش بزاف لانو حار بزاف تقدروا ديرو فلفل حلو ولا ديرو اي نوع تعفل ولا تقدروا تلعبوه حتى بالالوان ديرو الفلفل الرومي هنا يجبت نصح باب صلارة نقطعها ونخليها حتى هي بجه بعد ما قطعت الحواج تاعي كامل راح نسخن طاجين تاعي ونحط فيه شوية شحمة ونحط فيه هذك اللحم تاعي نخلي هي تشوى مليح هنا الشحمة مانيش راح نضيف بزاف لانو ام بعد راح نزيد لها نخلي هي تقلى مليح مليح ثاني يطيب لنا لحم تاعنا بصح ما خلي وش يتحرق يعني خليوه يطيب بدون ما يتحمر لي كامل راكم تشوفوا هنا يا قلب مليح نضيف له رشة تاع ملح فقط كما تعرفوا بلي اللحم ما يشتيش بزاف ليزي بيسي وش يشتي لحم ضيف له الفلفل كحل والملح فقط كامل راكم تشوفوه هنا يا بعد ما تقلى لي وذبت لي هذك الشحمة راح نحي الشحمة هذك ونحطوه فيه سحنة ورح نوجد الفريط التاعي باش نوجده نحطوه في الفور هنا يا بعد ما تقلى الحم شوفوه يا لبنات اده ما اده ليش تحمره هذك يعني طابلي فرات كما راكم تشوفو عندي شوية شحمة من احسن ديرو الشحمة تاعبو الفاف انا ما بقتليش شحمة تاعبو الفاف يعني بقتلي غير هذي جتني شوية خشينة هنا يقدرت شوية ثوم وشوية فلفل كحل وشوية ملح باش نتبل هذا اللحم بعد ما طابلي الحم كما قلت لكم راح نحط الحشو هذا نحط الخضروات تاعنا اللي هو شوية دبشة شوية تماطم شوية فلفل وشوية بصلة وراح نضيف الفلفل الكحل والملح ونضيف الثوم يعني اضفت الثوم بودرة وثوم تالحب خلطوهم ملح هذو راح يعطي لهم يعني نوكها ولا اروع من الاحسنية البنات والله يصدقوني عن تجربة جربوهم ويجيوا ولا اروع صندويشات ديرو بهم حالة في هذي الصف نجيب الشحمة تاعي كما راكم تشوفوه ونحط الحشوة تاعي كامل هذيك الخضرات اللي ما طابتش راح تبلي في الفور نحطها كامل ونبيت نحاول اني نضغط عليها من الاحسن تكون عندكم شحمة يعني بزاف باش تقدري تروليها كامل وتتغطالك الحشوة تاعك كامل بالنسبة لي راهم يقولولي بزاف شحمة وهذيك يعني كي طبيع البنات هذا الشحمة نحيو هذك اللي خرج من الشحمة كامل ويبقى لك غير شوية برك من طرف تاع الشحمة يعني كما تعرفو كيم بزاف اللي حبو الشحمة في الصندويش تقدروا تضيفوها ولا تقدروا تنحيوها كيما تحبو دورك يعني بعد ما يطيب راح نورلكم كيفا كيفا راح تقدمو هنا يا بعد ما روليتو كما تشوفو نحطه في البلا ونغطي عليه باش ما تتحرق ليش وما يطر ليش هذك اللي ذام في الكوزينيير ويفزتها علي هذه هما لي صندويش تاعي بيد ما طابو الخبيزات التاعي كما راكم تشوفو يجيو خفاف و هشاش ماشاء الله يجيو يهبلو هذا بلا ما نديلهم لا بيض لولو هذيك المغرفة العسن خلاتوا اللون تاعو يشهي احمر كما راكم تشوفو بعد ما نحلها بالموس كما تشوفو نحلها البابة هذيك هنا هي قلت شوية فريد و راح نضيف الحم تاعي الحم تاعي راح يجيني بنين لانه وضفت له شوية خضره شوية تعليزي بيس درت له شوية فلفل كحلي شوية ملح الخضره هذيك راح تطيب مع هذيك الشحمة كما قلتكم ليذا ما هذك تعشي الشحمة كي يخرج راح نحيه بجه يعني خليه بالك نصبيه ولا ندير به اي حاجه وتبقى لي هذي نقدمهم هكا يعني ما نيش راح نقدمها بالشحمة كامل كما راكم تشوفو تقدروا تضيفو سالاته تقد مع الروز يعني تقدمها مع الروز ولا حاجه اي حاجه كما حبيتون انتو ما قدموه قدموه يعني لساندويش هذو سهلين ماهلين خفاف ويعني ما يقهموك كما نعرفو احنا في الصيف نحبو حاجه خفيفة ولادنا يحبو حاجه خفيفة كما تشوفو يا البنات هنا يا راني مأهزيتش خلاص من هذيك الشحمة يعني راني نهز هذيك الشحمة اللي اغطيبتها فيها باش تخليها بنينة تعطي لها بنا كما تعرفوا لحم تولمو الشحمة وتخليه بنينة هذو هما اللي صندويش التاعي كما تشوفو يجيو شهيو الخبيزات التاعي يهبلو كما عاركم تشوفو تقدروا تطيبوه مع البانيناز ولا على المقلا يعتلكم الشكل مليح وشكل جميل تقدروا تضيفو شوية من الشحمة هذيك في اللي صندويش تاعكم وتقدموها مع صلاته صلاته مع البصل صلاته ارز كما حبيتو يعني الذوق يرجع لكم هذي هي الوصفة تانا شاء الله تكون نالت اعجبكم مع السلامة